اشتركوا في القناة وتحقيق رضاء الله ابن محمد ابن محمد ادريس المبارك فوري دار العاصمة للنشر والتوزيع ابين ايضا الطبعة لان هذا الكتاب لم نشر اليه فيما سبق الطبعة الثانية 1419 من الهجرة المملكة العربية السعودية الرياض في هذا الكتاب اللي يقع في خمس مجلدات هذا المجلد الثاني صفحة 477 من الكتاب رقم الحديث 147 الرواية عن ابن مسعود يقول ان ربكم تبارك وتعالى ليس عنده ليل ولا نهار اذا صحت هذه الرواية عن ابن عباس كما يقولون اذا هذه الاثنعش ساعة اذا ليل ونهار يعني كله نهار كله ليل او لا ليل ولا نهار الرواية لا تبين تقول اذا لا تنفصل نصف ليل ونصف ماذا نهار نور السماوات والارض من نور وجهه لعله اشارة الى قوله الله نور السماوات والارض وان مقدار كل يوم عنده ثنتي عشرة ساعة كما اشار اليه ابن تيمية فيعرض عليه اعمالكم بالامس اول النهار يعني اول النهار من ماذا من اليوم التالي من اليوم التالي واليوم فيها ثلاث اول النهار من اليوم فيها ثلاث ساعات فيطلع فيها على ما يكرى فيغضب كذلك فاول من يعلم بغضبه الذين يحملون العرش والملائكة المقربون وسائر الملائكة فينفخ جبريل في القرن هس هذا الذي في الروايات واردة فلا يبقى شيء الا يسبحه غير الثقلين فيسبحونه هاي الملائكة المقربين غير الثقلين يسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن عز وجل رحمة فكأنه عندما يغضب يفرغ يصفارغ يعني بعبارة اخرى كان ممتلئا فبالغضب ماذا يفرغ وجوده لا رحمة عنده فرعا وانا ما اعلم هسا الغضب والرحمة هل هما امور مادية او امور معنوية اذا كانت امور مادية خب اذا كان يفرغ لابد يخف وزنه اذا يغضب ماذا يثقل وزنه والجميع قالوا الجميع قالوا ان الغضب والرحمة من الامور امور المعنوية وليست امور ولكنه هنا ماذا بغض النظر عن انه ما معنى انه يمتلئ هذه اللي يمتلئ مقابله ماذا يفرغ مولانا وهذا يخالف قوله تعالى الله الصمد يعني ليس بفارغ احسن كيف ينسجم هذا على الاحوال ما رد ادخل فيه تعليق على الرواية كثير فتلك ست ساعات اذا الله سبحانه وتعالى بحسب هذا النص الباطل ولكنه هذا اعتقاد ابن تيمية واتباع ابن تيمية يعتقد بحسب هذا النص الله في الساعات الثلاثة الاولى يعيش حالة ماذا الغضب في الساعات الثلاثة الثانية اللي تعادل ست ساعات عندنا يعيش حالة ماذا الرضا مو لحالة الرضا حالة انه يمتلئ رحمة تعود الرحمة يعني حتى يرجع ويكون في حالة طبيعية فتلك ست ساعات بعديا ثم يؤتى بما في الارحام فينظر فيها ثلاث ساعات فيصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وان هذا فتلك تسع ساعات ثم ينظر في ارزاق الخلق ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وهو بكل شيء عليم فتلك ثنت عشرة ساعات هذا البرنامج اليومي لمن؟ لرب العالم ساعات العمل والدوام يعني كل ساعاته الله يشتغل كل ساعاته والله يعني الانسان يأسف انه وقته يقلي يقرأ هكذا روايات ولكن انا اريد ابين لكم هذه عقلية القوم هذه عقلية ابن تيمية التي يقول بعد نقل هذه الرواية يقول بانه وليس في الخبر ما يمتنع بظاهره على الله سبحانه وتعالى يعني ان هذا الخبر ماذا؟ يحمل على الله سبحانه وتعالى انا حديثي مع من؟ انا حديثي مع الشيخ ابن تيمية الذي عبارته هكذا بشكل واضح وصريح انتفتوا جيدا في صفحة مائتين وثين وسبعين من بيان تلبيس الجهمية يقول اعلم انه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره اذا خلص يقول باعتقالي جيد جدا انا السؤالي هذا الان ما لدي اتكلم مع المحققين اتكلم مع ابن تيمية يا ابن تيمية افترض ان الرواية صحيحة السند ماذا تقول في المضمون؟ يقول المضمون لا اشكال في صحته بل لا حاجة لتأويله نعم اذا يعتقد الشيخ ابن تيمية ان علم الله باعمال العباد انما يكون بعد جهله بها اشتركوا في القناة